صدم محسن بلي لمستثمر تونسي برفض ملف أودعه لدى بنك تمويل المؤسسات الصغرية والمتوسطة بغية الحصول على تمويل لإرساء مشروع في قطاع صناعة الخزف رغم استفاء شروطي المطلوبة على حد قوله وأعرب المستثمر الشاب عن استغرابه من تعطيل مشروعه الوليد في مجال الخزف والأول في منطقة سبيبا وولاية القصرين عموما كل الأوراق الإدارية من وزارات معنية متدخلة مع المصنع المتاعي ما رعني إلا في الأخير نلقى إشكال مع بنك تمويل مؤسسات الصغرية والمتوسطة في تمويل هذا المشروع الملول أعطوني أكور في مليار بعدين جبت لهم خلولي جيب لي باش نبلو كل كشي ما دي في نصمو جبت لهم أكور من بنك أخرى في دو مليار كي هزي تلهم الأكور من بنك أخرى خلولي يزم نعودوا لتيدو بروجي يزم نجيب لنا وثيق باش نعودوا لدرس المشروع المستثمر الشاب رهن على حداث هذا المشروع القادر على توفير مواطن شغل فضلا عن التكوين الذي حظي به ستون شاب وشابة على مدى سنتين هؤلاء المتكونون ينتظرون بفارغ الصبر دخول هذا المشروع حيزا الاستغلال لضمان عمل لاقن في منطقة تفتقر إلى استثمارات وعدة لفائدتهم نحن حابين المعمل هذا عندنا فيه أمل اللي هو بشي تحل عندنا قرابة خمسة سنين ولاستة ونحن نستنعو فيه فهمت وأول معمل فيه سبيبة هذا شي معنا هي شرفنا بالرغم من المنطقة هذه تفتقد إلى مثل هذه المشاريع كتشوف بروجيكي مهكة وحيبس وتشوف عباد متكونة فهمتني وعندها خمسة سنين ومثميش حد شي بالرسمي تحس لي مثلا مش هاتجي على استثمار بانك المؤسسات الصغرى والمتوسطة أكد من جهته أن مسار تمويل المشروع شهد عدة تغيرات متعاهدا بتسهيل تمويله بعد الاتفاق مع البنك الشريكي في المشروع بروجي من لولي ناباي تي بوكليم معنا المشروع ما تمش استكمال هيكل التمويل بعد فترة معينة اللي احنا نحدوها في المصادقة تعنا تلزمنا بشألغينا الموافقة تعنا بعد هذك أكمل التمويل عن طريق مصادقة جديدة من بنك من البنوك الساحة احنا خطر أساسا بالنسبة لأحداث ديما نموله تمويل مشترك العنصر هذك جاء فيه معطيات جديدة اللي يبدل الهيكلة التمويل هكا عليش رجعنا المبلغ وقت اللي رجعنا المبلغ يلزم يقع تنسيق مع البنك الشريك في المجال هذية باش نعملوا اجتماع تنظيمي على أعلى مستوى على مستوى المزوز مديرين عامين بتاع المدير العام بتاعنا ومدير عام بتاع البنك الشريك باش يقع تنسيق فيما يخص الهيكل التمويل على أساس المعطى جديد باش نوصل العدل لأمورنا وبقدر ربي المشروع مينجم كان يرانور وفي انتظار تسوية الملف إن المشروع المنتظر يرانور سيكون نفذة لتشغيل أكثر من مئة من العاطلين عن العمل بالجهة